السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. مع حضراتكم دكتور مصطفى حامد البري. مدرس الفيروسات والمناع بالمعادة القوة والاوراة من جماعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن الفيروس الجديد. اه اللي هو اللي قلب السوشال ميديا الوقتي. وقلب كل الوكالات الانباء بتتكلم عنه. ويعملين حالة زعر صراحة بين الناس. هنشوف هل هي تستطيع فعلا الناس تخاف بالطريقة دي ولا لا? او هل اصلا عناوين اللي هما كانت بينها دي صحة ولا لا? اه لو كتبنا بس نيوكوف في اه جوجل سيرش هنلاقي هطلعنا الاخبار دي. يعني او حتى تروح هنلاقي مكتوب ايه مسلا. اه بعد رصد متحور نيوكوف اللي ما زالها ففيش السبب في نفس الفيروسات القاتلة. اولا ان هو ده مش متحور. ناس بتتخيل ان هو متحور من اه الكورونا ده فيروس موجود زي ما هو كده وعزلوه من جنوب افريقيا. فده اصلا مش متحور ولا هو اصلا اه اه نفس النوع الموجود اللي هو بتاع او الكورونا اللي ناس اتعمت منه واللي عملنا مشاكل كلها. ده فيروس تبع العائلة التاجية لكن ما هواش او الكورونا اللي احنا نتعمل معه خالص. نفس الكلام مصراوي. حس ان هو انا يعني ايه انا في الكلام منقول. اه هل متحور هو الاكثر فاتكن? هنشوف هو فعلا اكثر فاتكن ولا مش اكثر فاتكن? اه والصحة العالمية طبعا بتقول ان فيه فيروس جديد طبعا ده الكلام ده صح لانه هو اه يعني اعتبر اه نوع جديد بس هم اكتشفوه لسه هنكتشفوا لو جبنا اي خفاش وشوفنا ممكن اي فيروسات موجودة? فده شيء طبيعي الفيروسات بيحصل فقط افراد باستمرار وفيه فيروسات احنا الفيروسات اللي ما نعرفهاش اكتر من الفيروسات اللي نعرفها بس الناس بركزة دلوقتي اول امعام الابحاث بركزة انها تكتشف كل جديد علشان موضوع الكورونا ده فبدأ فيه تركيز شوية عليه لكن فيه فيروسات كتير جدا لو تخيلنا مسلا ان فيه موجود ربنا خلق الف فيروس فاحنا اكتشفنا واحد وفي تسعمائة وتسعين فيروس احنا اكتشفناه مش كل شوية هينزله فيروس جديد فالناس بيحصل لها مشكلة اه اه استاذ فيروسات متحور نيو كوف يصيب القفيش فقط وانتشار كورونا نعمل من الله اه يعني استشاري عن متحور كورونا لدليل حتى الان عن تقالب البشر هنشوف الكلام تصح كلها اهلا انا اعرف ان فيه ناس يعني مش متخصصين فانا هبسط الامور بحس ان حضراتكم لو حد حتى متخصص تكلم تقدروا تفهموا هو يقول ايه اول حاجة عايزين نقول ان في الفيروسات التاجية اللي عملت مشاكل البشر قبل كده وكانت مشهورة في منهم بعض انواع اه اللي محتاجين نعرفهم كان فيه واحد في الصين اللي هو السارس اللي ظهر وكان فيه واحد تاني ظهر في السعودية اسمه الميرس كان في السعودية ظهر في الفين واثناشر اه والتالت بتاعنا المهم لنا اللي احنا اللي هو اللي هو السارس بتاعنا اه اللي هو السارس طيب حضراتكم هنا تعالوا نشوف الصورة دي فهنلاقي ده الخفاش اللي هو يعني السبب المصائب كلها زي يقولوا كده فيه كمية فيروسات هائلة في الخفاش اه ده المخزن بتاعة الفيروسات التاجية الخفاش ده بيتنقل عن طريق عقل وسيط للانسان فهو في السارس كفته اتنقل من عقل ما مش لازم حضراتكم عادة تعرفوه اه للانسان طيب في حالة بقى الميرس اللي هو بتاع الشرق الاوسط ده اه اتنقل عن طريق الجمل ويتنقل من جمل لجمل ومن الجمل للانسان تمام وهو هنشوف ايه بقى اهمية الميرس الميرس ده هي مشكلة كبيرة جدا وفيه فرق ما بينه بين الصرس الصرس ده مسلا اه تعالوا نقول ايه الميزة والعيب الى حد الميرس ده لو فيه بني ادم كائن انسان فالانسان ده لو اصيبه الميرس ممكن يعدي انسان تاني طبعا يعني كل انسان يعدي انسان طيب يعني العدوى بتاعته ما هياش عالية طيب تعالوا نشوف بقى الصرس الصرس ده بقى كل انسان ممكن في حالة الدلتا يوصل لخمسة كل واحد يعدي خمسة فانتشاره سريع جدا تمام طيب تعالوا نشوف بقى عن طريق الحالة الوفيات ده الوفيات بتاعته اه نسبتها قليلة يعني انا ستتكلم بكلم الاول يقول اتنين من عشرة وسط اتنين في المية تلاتة يعني في النهاية نسبة الوفيات مهياش عالية تعالوا بقى نشوف الميرس خمسة وتلاتين في المية يعني من كل تلاتة واحد يموت تمام طيب الفيروسات دي بقى عشان تدخل للخلية بتاعت جسم الانسان او حتى الخلية بتاعتقفاش تمام بتدخل عن طريق مستقبل يعني الفيروس كده لازم يدخل عن طريق مستقبل تعالوا نبسط رقور اكتر ونشوف صورة تانية الصورة دي ده الفيروس او اللي هو السرس سموها فيروسات تاجية علشان لها شوكة كده برة الشوكة دي عاملة زي التاج اللي هي في فوقها دي التاج ده بقى ما هواش تاج ولا حاجة ده شوكة عاملة زي القفل والمفتاح عشان يفتح الخلية ويدخل جوه طيب عشان يدخل جوه الخلية بقى فيه مستقبل ربنا خلق له لكن ده القفل ده المفتاح وده القفل عشان يقدر يدخل الخلية نازل يدخل عن طريق مستقبل طيب يدخل عن طريق مستقبل عن طريق ايه شايفين الجزء ده مهم جدا اللي هو اسمو ريسبتور بايند جودومين ده من حتة دي تمسك يانا يدخل خليبا لحضراتكم كل ما زادت قوة ارتباط الجزء ده اللي هو الشوكة بالجزء ده اللي هو المستقبل كل مكان الفيروس يقدر يدخل بسهولة وينتشر بسرعة واحيانا بيبقى شرس اكتر طيب ايه بقى المشكلة مشكلة لما حصلت طفرة في الجزء ده وقدرت تقوّل ارتباط ما بين الاتنين دول دي تعمل لمشكلة تمام هل طب اسمو ايه بقى المستقبل ده في الانسان بالنسبة لحالة الكورونا اسمو ايه ستوري سيبتور ايه سي ايه توري سيبتور ده اسمو تمام وخلي بقى لحضراتكم هل المستقبل ده حكر بس على الانسان لا ده موجود كمان في الخفاش بس مش بنفس الشكل مختلف شوية تمام هقول له حضراتكم انا بقوله الكلام ده تعالوا انا نرجع تاني احنا عرفنا ان انا عايز اقوله دلوقتي ان الفيروس عشان يدخل بدخل عن طريق شوكة والشوكة دي بتمسك في مستقبل عصاتها الخلية في حالة الانسان بالنسبة للصارسوكوفل اللي صيبنا دلوقتي وعملنا مشاكل كلها اسمو تمام او المستقبل تمام كويس طيب نرجع بقى تاني ايه بقى المشكلة المشكلة بقى هنا احنا قلنا كل فيروس دي مستقبل بيدخل فيه في حالة الصارس قلنا خلاص عرفنا اللي هو الفيروس اهو ميسك فيه اللي هو لونه ده اهو ميسك هنا اهو ودخل جوا خلاص طيب في حالة الميرس بيمسك في مستقبل تاني اسمه الدي بي بي فور ريسبتر ميسك فيه اهو ودخل كويس ده في حالة الصارس والميرس والفيروسات دي اتصابنا بيها وجاتلنا وخلاص وده كان في السعودية واسعب بيحصل مشاكل بسيطة كده وبطول المهم عدد يعني مش كبير او زي الصارس طيب ايه بقى مشكلك بقى الجديد البيبر القلبة الدنيا وعمل مشاكل كتير والناس كلها الاناقلة اللي هي البيبر دي تمام اولا البيبر دي تمام كده البحث ده هو بحس غير محكم يعني غير محكم يعني اتنشر بس لسه مترجعش طب ليه الناس نشرته واحد بكتشف حاجة جديدة عايز يلحق انشرها بمحد انشرها وسحب برضو علشان تبقى مهمة للعامة يعني الناس مهتمين في نوع بديبن الفيروسات فالناس تقض حزرها فهما بشروا قبل ما يترك تمام ده اسم البحث بتاعوا نصيه على خفاش من او خفافيش من جنوب افريقيا تمام طيب ايه بقى اللي حصل اللي حصل ان الفيروس الجديد اللي هو نيو كوف ده بقى هو الفيروس الجديد ده بقى ايه بقى مشكلته مشكلته ان هو شبه الميرس طب ايه مشكلة الميرس ان هو بيموت لي من كل تلاتة واحد لو حصل اصابة تمام كده طيب يبقى واخب من ده ايه واخب منه الباستشنستي بتاعته والشراصة بتاعته طيب واخد ايه بقى من المشكلة ان هو بقى بيمسك في الريسيبتور مش ده على هو بيمسك فيه بس اكتر بيمسك في الاسي اي تو ريسيبتور طب ايه المشكلة ان هو يمسك في الاسي اي تو ريسيبتور مشكلته ان هو لما يمسك في الاسي اي تو ريسيبتور ان هو هيبقى معدي هيبقى معدي يعني ايه يعني زي ما قلت لحضركوا قبل كده ان الصرس ده كل واحد ممكن يعديلي خمسة لكن المرس كل واحد يعديلي واحد فده لو خد من المرس ده ان هو يموت من كل ثلاثة واحد وخد من الصرس ان يعدي من كل واحد كل واحد يعدي خمسة فبقى سريع الانتشار ونسبة الوفاء علي فهم خايفين من كده طيب هل بقى بتاع الخفاش هو هو بتاع البنى ادم فهم ده اللي عملوا علماء خدوا الفيروس ده وحطوه على خلايا بني ادم خلايا هيوما يعني فيها بتاع هيوما هل الفيروس داخل لا ما تخيلش خالص صفر يعني ده حقا كويس اه كويس طب ايه اللي مش كويس بقى مش كويس ان هم لما عملوا طفرة خلي بالحضركوا من كلمة هم عملوا طفرة في علماء عملوا طفرة اكلوا فيروس جديد في الجزء ده اللي هو الوفيروس داخل فهم قالوا طيب لو حصلت طفرة واحدة كافية انه يخلي الفيروس ده شارس وسريع الانتشار فهو ده اللي عمل القلبانكم طيب قالوا خلاص ما فيش مشكلة حصل الفيروس الفيروس داخل وعمل طفرة ودخلت النه فيه لقاحات موجودة فيه ناس اتصابت قبل كده قد يكون فيه مناعة فعملوا ايه هنا الجزء اللي نقول التعليقه هنا ايه سي ايه توريسيبتور تبقى كده ده بتاع في البات اه وفي لما حطناه في الانسان لقين انه هو اه ما فيش ما دخلش الهيومان الهيومان اتش هيومان ايه سي ريسيبتور ما فيش ما دخلش خالص صفر لكن لما عملوا طفرة طبعا داخل طيب عملنا طفرة والفيروس داخل طيب الناس بقى اللي خد مسلا حد خد لقاح ولا حاجة هل اللقاحات الانتباضي اللي تكونت كافية انها هتمنع الفيروس ده وتقدل عليه صفر هو ده المشكلة ان اللقاحات غير فعالة طيب ان الميرس ما طبعا خدوا دم من الناس كانت ملقاحة وهكذا طب بالنسبة للميرس الميرس برضو نفس الكلام حتى الانتباضي الانتباضي ما اثرتش عليه فالخوف منه ان يبقى عندي فيروس جديد سريع الانتشار بيؤدي الى حالات وفاعة نسبة ووفاعة عالية وما لوش الانتباضي الموجودة او اللوحات الموجودة ما ليهاش تأثير عليه فهو ده اللي بخوف الناس لكن هل ده موجود في الحقيقة لا مش موجود في الحقيقة طيب ده ايه ده حاجة معملية يعني حاجة العلماء اللي عملوها فلا داعي للزعر ولا داعي الخوف الى الان لكن المفروض طبعا بينبهوا منظمة صحة العالمية ان فيه خفاش فيه فيروس وفيروس ده ممكن يعني المشكلة فبحيس انهم ياخدوا الاحتياطة الكلام ده كله الخفاش ده موجود حتى في جنوب افريقيا والعلماء اللي عملوا الموضوع ده كانوا في الصين فان شاء الله يعني ربنا يسترها وإلى داعي القلب شهرون جزيلا حضركوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته